ينضم إلينا مباشرة من بغداد المحلل السياسي جاسم الغرابيسي جاسم أهلا بك بالحقيقة هنا لك مواضيع كثيرة ودعا أن أناقشها معك اليوم لنبدأ بموضوع الشعارات التي رفعت هذا العام المراسم عشورة يعني يبدو أن هذا العام يختلف عن كل الأعوام السابقة خصوصا الشعارات التي رفعت هل تتفق مع هذا الطرح تحية طيبة لكم أستاذ معا ولا مشاهديكم الكرام الحقيقة هو هذا يعني خاصة هذا العام يعني مراسيم زيارة كبيرة جدا بظل جاحة كارونا وتحدى كل المواطنين والمسلمون بصورة عامة من كل الطوائف وصلوا إلى كربلاء بزيارة مليونية كبيرة جدا وكانت الأصوات تصدح بما تعتقد أن الحسين ثورة ثورة إصلاح وثورة تسامح وثورة على الواقع المرير الفاسد فكانت هناك مواكب حقيقية أوصلت رسالة إلى العالم على أن الإصلاح هو الرسالة الحقيقية ويجب أن لا يكون هناك تقاطعات فيما بين من يريد الحقيقة أن تقع على الأرض ومن لا يريد الحقيقة أن تقع على الأرض فكانت مواكب حقيقية حتى للأخوة المتظاهرين مواكب خلوقة شقت طريقها في منتصف كربلاء إلى أن وصلت إلى ما بين الحرمين بردات حقيقية كبيرة تستنهض الهمة من واقع السيد الشهداء الحسين عليه السلام وكان هناك ردة فعل من كل الزوار تهتب بهذا الهتاب هو أنه الحسين ثورة أو الحسين تسامح ولكن هذا لا يعني ربما ردة الفعل أيضا عكست على بعض الفصائل والأصوات التي شيطنت تظاهرات وبالتالي لم يرق لها ما رفع من شعارات ربما هل تعتقد أن الدولة حازمة تجاه من يحاولون زرع الفتنة وصف هذه التظاهرات بدعاة الفوضى خصوصا الأحزاب إذا أردنا أن نتحدثوا تصريحتهم كانت واضحة أنا لا يهمني من يقول هذا وهذا ولكن أنا أعتقد بل أجزم أن كل العراقيون المسلمون بكل طوائفهم أرادوا إيصار رسالة واضحة من خلال ثورة الحسين على أن هناك واقع مرير في العراق يجب تغييره ووصلت الفكرة ووصلت الرسالة لكل العالم على أن هناك يجب أن يكون هناك إصلاح في الثورة في العراق واضح طيب نتحول إلى موضوع ربما الآن هو الموضوع الأبرز على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات التلفزيوني موضوع حرق مقر قناة دجلة الفضائية من قبل مجاميع مدنية هناك من يصفها تابعة للحجد لأنه فقط هي قنوات الحجد من نشرت الصور وعملية الاقتحام والحرق لهذه المقرات هل يندرج في إطار حرية التعبير أم أنها ديمقراطية عبثية لا يا حبيبي هناك قامت قناة دجلة بعملية استفزاز واضحة لمشاعر أكثر من نصف الشارع العراقي في مناسبة أليمة كبيرة جدا وهذا الذي لم نكن نتوقعه من قناة مهنية لها تأثيرها ولها جمهورها في العراق وأعتقد أن يجب أن تكون هناك تظاهرات يعني أنت موافق على ما حصل مع قناة دجلة أنت توافق على ما حصل من اقتحام وحرق للمطار لا 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 أوافق على الحرق أو التدخل بهذه الطريقة اليوم التعبير الحقيقي هو التظاهر والتظاهر السلمي لا يجب أن يكون بهذه الطريقة واليوم القضاء العراقي قال قولته وذهب بقضية استدعاء مالك القناة ألقاء قبض وليس استدعاء أستاذ يعني إذا قرأت البيان كان ألقاء قبض أحسنت أحسنت ألقاء قبض فهذا يكفي على أنه يجب أن تكون هناك أمور إيجابية وليس سلبية وقدمت القناة اعتذار فأعتقد أن حرق القناة واضح واضح ولكن هذا واضح لا يندرج هذا في حرية التعبير يعني هل كل الشعب العراقي ربما كان يعني مع معظم الشعب العراقي يحترم ولكن هناك تعددية في العراق هناك مسيحيين وهناك صابئة وليس كل الشعب العراقي ربما من طائفة واحدة ألا تتفق مع هذا كل الشعب العراقي حتى في زمن النظام السابق يحترم هذه الليلة ويحترم هذه الشعيرة وهناك قنوات علمانية كبيرة في العراق احترمت هذه الشعيرة ولكن الاستغراب أنه في هذه الألواء هذا هي حرية القناة لا يستطيع الإنسان اليوم الولوج في شيء هو من حرية تصرف القناة فأعتقد أنه كان من الأجر بالقناة أن تحترم هذه الليلة فقط تناغم مع مشاعر المسلمين في كل العالم القناة قدمت اعتذار ألا يكفي هذا الاعتذار؟ ألا يكفي اعتذار القناة؟ أنا أعتقد أن الاعتذار يكفي خرج الاعتذار ونأسف على هذا التصرف الذي وصل إلى حد هذا الوضع هو الاستنكار والتظاهر والاحتجاج يكفي لكن رغم الاعتذار تم اغلاق مقر القناة أغلق مقر القناة وعلق العمل به في محافظات جنوبية والقناة أغلقت كيف تعتقد أن الاعتذار يكفي هناك؟ أمر القبض على محمد الكربولي ليس دفاعا عنه ولكننا نسأل أسئلة الشهر أنا أعتقد أن هناك مادة في المحاكم العراقية وفي الدستور العراقي على أنه يجب على الصحافة والإعلام وعلى القنوات أن تراعي مشاعر الأديان الأخرى كل الأديان ليس المسلمين فقط اليزيدية والمسيحية واليهودية فأعتقد مادة 434 أو هيك من هكذا قبيل فأعتقد القانون والقضاء العراقي استند لها بإلقاء القبض على السيد مالك القناة فأعتقد كنا نتمنى أن لا تصل الأمور إلى هذا المستوى طيب قبل أن أختم معك سريعا كيف تعلق على تصريحات السفير الأمريكي وأيضا تصريحات المضادة من تحالف الفتحة من قبل النائب عديد شعلان اليوم السيد رئيس الوزراء هو بالدستور العراقي هو الذي يرسم السياسات الخارجية للحكومة العراقية وهذا ما نص عليه الدستور اليوم رئيس الوزراء إذا كان قد عقد اتفاقات مع الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى فهناك برلمان قد يستضيفه في جلسة علنية ويستفهم منه ما هذه الاتفاقات هلية بخارج العراق أو ضد العراق شكرا جزيلا انتهى وقت المقابلة شكرا جزيلا اشتركوا في القناة شكرا جزيلا